خلينا أيضا نطلع ونشوف ماذا قال الدكتور سعد الشلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي في هذا الموضوع ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة خليني أبدأ في البداية نحن نهني جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بهذا الإنجاز الكبير اللي يمكن أنا هاخد من كلام الكابتن محمود في كلمته اللي أكد على أن مرور فخامة السيد الرئيس من هذا المكان العظيم اللي هو النادي الأهلي ووجه بأن هذا المكان يمكن استغلاله بصالح أعضاء النادي الأهلي وفي الحقيقة هنا بدأ الحلم يتحقق اللي كان طال انتظاره لمدة عشرين عام حاول فيه كل المجالس السابقة أن تنجز هذا المشروع الضخم هذا المشروع الضخم يمكن البعض ما كانش متخيل ضخمة هذا المشروع وهذا العمل الكبير وكان يعتقد أنه هو مجرد مكان لانتظار السيارات لكن زمان تشوفتوا وحضراتكم تابعتوا معانا قناة النادي الأهلي اللي احنا بنفتخر بيها في كل مكان وبنطل منها على مشاهد النادي الأهلي هذا الدور الحضاري وهذا الشكل الحضاري لجراش النادي الأهلي اللي مع أصار إعجاب كل السادة الحضور بما فيهم محافظ القاهرة وبما فيهم الساد وزير الشباب والرياضة ويمكن أيضا الكلمة الجميلة اللي أكد عليها الكابتن محمود إن هذا الشكل الحضاري يتوافق أيضا مع الكلمات السلاسة اللي استخدمها مجلس الإدارة النادي الأهلي الموقر بتاريخ مبادئ تطوير إن هذا المكان تأسس على منظومة تاريخية كبيرة بدأت منذ أن تم تأسيس هذا المكان عام 1988 شراء الأرض ثم البدء في عملية التأسيس 1990 ثم بدأ الحلم في 2021 بأن يكون هناك جراش بهذا الشكل الحضاري اللي يتوافق أيضا مع حركة التطوير اللي بيقودها فخام الساد رئيس في هذه المنطقة الاستراتيجية من جمهورية مصر العربية مدينة نصر مدينة نصر أرض النصر ومكان النصر هو النادي الأهلي للرياضة أيضا فده كان محل الفخر الكبير لنا كموجودين في الجهاز التنفيذي تحت مظلة مجلس الإدارة بقادة الكابتن محمود الخطيب في الحقيقة كمان في حاجة مهمة يمكن حضراتكم لحظتوها إن إحنا وفرنا كل التسليلات الممكنة لنجاح عملية التشغيل أيضا منذ اليوم الأول لفتتاح هذا الجراش حضراتكم وأنتم تابعين جوه في المدخل الرئيسي وجدتوا كلاب الحراسة للكشف عن المتفجرات عشان تبقى عمليات آمنة بالكامل أيضا أفراد الأمن وتزويد الجراش بأفراد أمن تم تدربهم خلال الفترة السابقة 49 كامرة مرأبة بوحدة مرأبة كاملة بغرفة مرأبة كاملة أعتقد أن ده محل فخر وتقدير مش بس للنادي الأهلي لكل الأفراد اللي بينتموا للمنظومة الرياضية ودائما الأهلي يقدم كل خبراته التطويرية اللي هي الكلمة الثالثة تطوير والتطوير أيضا زي ما ذكر كابتن محمود هو تطوير مستمر وليس هذا نهاية المطاف زي ما حضراتكم شايفين دائما ما تكون مثل هذه اللقاءات الحقيقة بنعرف منها ماذا يحدث دائما داخل النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وراء كتيبة من أعضاء مجلس الإدارة الحقيقة اللي دائما أيمين بدورهم بكل الأشكال اللي تليق بالجمعية العمومية للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي الحقيقة لأنه مش نادي جمعية عمومية فقط ولكن نادي الأهلي هو نادي 70-80 مليون أهلاوي في مصر بس غير اللي برا مصر كمان وبالتالي بتبقى عليك مسئولية كبيرة جدا 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 لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي